الأنظار شاخصة نحو تونس حيث يعقد منتدى الحوار السياسي الليبي فإلى ماذا ستفضي جهود هذا الحوار؟ وهل سيقود إلى مسارات حقيقية للسلام؟ أسئلة تترك غموضاً بشأن إجاباتها، بل إن الكثير منها تبدو أكثر تشاؤمية فالأزمة لا تكمن في الحوار السياسي بعينه، بل بما يجري ميدنياً على الأراضي الليبية الميليشيات المدعومة من أنقرة والتابعة لحكومة الوفاق لا زالت حتى اللحظة ترفض التخلي عن سلاحها وهو شرط رئيسي من شروط الاتفاق العسكري الذي مهد لعقد اللقاء السياسي في تونس ميليشيات لم تكتفي بذلك، بل راحت أيضاً إلى التهديد بنسف جهود السلام في حال تم تقويض نفوذها ومصالحها وهو مؤشر على وجود دموحات تخريبية لهذا السلام من قبل هذه الميليشيات والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة فميليشيات ما يعرف بقوة حماية ترابلوس التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من أنقرة دعت إلى تنظيم تظاهرات واجتماعات طارئة بغية رفض ما قد يرشح عن مؤتمر الحوار السياسي في تونس وهاجمت هذه الميليشيات وزير داخلية الوفاق فتح باشاغا على خلفية زيارتها الأخيرة إلى مصر وراحت إلى حد اعتباره أنه يسعى إلى تقديم نفسه كرئيس للحكومة المقبلة وهاجمت أيضاً الأمم المتحدة التي ترعى حوار تونس متهمة إياها بتحولها من وسيط إلى حاكم التوجه ذاته خرج من ميليشيات ما يعرف بلواء الصمود إذ هددت بنسف أي اتفاقات تنبثق عن الحوار الليبي والأمر لم ينتهي عند هذا الحد فهناك مؤشرات حدثت خلال الأيام الفائتة تعزز الشكوك بشأن مصير هذا الحوار في ظل تغلغ للميليشيات على الأرض إذ اختطفت ميليشيا النواصي التابعة لحكومة الوفاق ركاب طائرة ليبيين عند هبوطها في العاصمة ترابلوس قادمة من مدينة بنغازي شرق البلاد وهي حادثة تؤكد قدرة هذه الميليشيات على التوغل وإفساد كل المسارات السلمية التي تبذل جهود حثيثة لإرسائها ترجمة نانسي قنقر